أنا دايما شخصيا بقول على طول بلدنا حلوة دي جملة كده موجودة على لساني طول الوقت يمكن لأني عشت وتغربت برا مصر كتير من طفولتي مع أهلي بعدين اشتغلت شوية وتعلمت برا ورجعت فعرفة قيمة الوطن ده عامل ازاي وبالذات لما يكون فيه أراء مختلفة أراء غربية أو أجنبية أو حتى خارج بس القطر المصري ببعرفة قد ايه هم بينزوروا لمصر بطريقة مختلفة وكتير لما بنقعد نتكلم عن بلدنا ونقول الحاجات بدييني قوي كلمة تطبير لا أنا أقدر أطبل لبلدي طول الوقت الكلمة اللي باقت منتشرة بلدنا حلوة لما يكون عندك حاجة حلوة اتكلم عليها وقول اللي فيها ومال يعني مين هنتكلمين هنجيب ناس من بره يتكلموا على بلدنا لا هو ده اللي حاصل الناس اللي من بره بيتكلموا بالورقة وبالألم وبيتكلموا من حاجات هم شايفينهم على الأرض خليني أخدكم مع هذا الخبر الفرنسية المتخصصة في التغيرات المناخية ميشيل صبان وهي رئيسة الصندوق الأخضر للنساء بفرنسا زارت مصر ميشيل صبان مؤخرا ضمن وفد فرنسي وكتبت مقال في المقال استعرضت فيه جوانب عدة عن زيارتها لمصر وأكدت أن مصر يعني زي ما شافتها يعني جددت نفسها وأن مصر أمنت حدودها واستثمرت في حاجات كتيرة زي التقنيات المتقدمة وكمان أكدت أن منذ وصول الرئيس السيسي للسلطة في مصر وصفته بأنه يعني هو يعني أوجد هذه الحضارة المصرية الجديدة وأن ده مستوحى من الحضارة الفرعونية وأكدت كمان ميشيل صبان إلى أن مصر طريقها لكي تصبح من الآن ومستقبلا بلدا رائدا إقتصاديا وثقافيا بالمنطقة طبعا الكلام اللي قالته ميشيل صبان ده قالته بناء على زيارة هي زارة أماكن كتير وكان لها لقاءات كتير وكانت موجودة كمان في وقت قاب 27 والتقد بي ناس مختلفة لكن كمان في ختام مقالها استعانت ميشيل صبان بكلمة الرئيس السيسي خلال قمة المناخ قاب 27 وحينما قال قالت دعونا نواصل جهدنا من أجل حماية الحياة على كوكبنا لأنفسنا وللأجيال القادمة يعني أعتقد أنه المقال اللي تكتب ده أو اللي كتبته ميشيل صبان ده مقال بناءا عن الزيارة اللي هي شافتها في مصر الغربي لما بيزور أي بلد بيبقى عنده حاجات كتير قوي لازم تأكد منها شوف البلد دي أهلها بيتعاملوا ازاي بيشوف التقدم بالأرقام بيشوف الخريطة عاملة ازاي بيشوف الإنجازات على الأرض بيشوف كمان وضعها الاقتصادي كان إيه خصوصا أنه الوقت اللي مصر نهضت فيه في السنوات بعد بزات ثورة يناير فالنهضة اللي حصلت لها والتقدم حتى وقت الكورونا التقدم في الشكل الاقتصادي رغم الأزمات العالمية ولكن بتقدر هي بعد كده تعمل تقييم وعلشان كده كان المقال بأنه مصر تتقدم إلى الأمان ترجمة نانسي قنقر